لو في البداية نبدأ كتب تعريف بسيط لكلمة السمنة والحقيقة بتتقل دايماً كلمة السمنة هي disease of the diseases هو مرض الأمراض دلوقتي بقى فعلاً بيصنافوا السمنة على إنها مرض وليس رفاحية يعني لو تلاحظي في American Association for Obesity هم حطينها دلوقتي تالت سبب أو تالت مرض ممكن إن إحنا بتنعاني منه وبنلاحظ إن يعني بعد حاجات كتير قوي كنا بنعتبرها هي priority لأ دلوقتي بقت السمنة من الأمراض اللي هي لو قدرنا نتخلص منها هنتخلص من أمراض كتير قوي طيب السبب بقى الأسباب الرئيسية للسمنة لإن أنا سمعت إنه في أسباب مختلفة مش بس مجرد إن إحنا للأكل ممكن يكون في أسباب أخرى بصي هو دايماً بيحطوا السمنة على إنها جزء منها يعني آآ وراسي وجزء منها بيهيفير أو السلوك علشان كده إحنا دايماً بنتكلم على موضوع العلاج السلوكي للسمنة لإن دايماً السمنة بنعالجها على إنها إيه هي تغذية وخلاص لا الحقيقة هي مرض ولازم إن إحنا نتعامل معاه كديزيز وكبيهيفير الاتنين الديزيز يعني إيه؟ يعني أنا أولاً لازم أتعامل مع المشكلة دي على إني رايح لدكتور بتعالج ميش على إني عندي أوفر ويت أو حاجة لاجزوري أو للرفاهية لا دي دي مرض وبنقدر نتعامل معاه زي ما بتعامل مع الضغط ومع السكر مع كل الأمراض اللي إحنا بنتعامل معاها طب يعني زي أعرف أنا يعني وزني زايد ولا ممكن ما هو ده ممكن يكون برضو خطأ بيقع فيه ناس كتير أو يعني فخ زي ما بيقوله لا أنا كده يعني راضي عن شكل كده أو مقاس لبسي كده أو وزني ده ممكن بنكون بالزات كتير من أمهاتنا وسيدات البيوت مش واخدين بالهم إن ده وزني زيادة لأمتى يحس الإنسان إن ده وزني زيادة؟ الحقيقة سؤال أو يعني شيء مهم قوي إحنا بنعتبر إن السمنة بالشكل لأ الحقيقة ممكن أكون شكلي مش خاص مش مش آآ عنديش أوفر ويت أو شكلي كويس بس أنا فعلا عندي مرض أو عندي سمنة إزاي؟ إحنا بنعمل حاجة اسمها الباضي كومبوزيشن منها الأساس يعني مكونات الجسم ونشوف نسبة الدهون نسبة العضلات نسبة الماء ممكن أنا أكون وزني كويس جدا بس دهوني عالية فده يبقى سمنة مع إن وزني مضبوط بس دهوني عالية فأنا كده عندي سمنة درجة من درجات السمنة طبعا هو زمان كانوا بيقولوا إيه بنعمل حاجة اسمها الباضي ماس أنديكس اللي هو معادل كتلة الجسم وأكيد كل الناس حافظوا القصة دي اللي هي الوزن بالكيلو جرام على طول بالمتر مربع خلينا بس نقولها تاني من يعني بطلية أوضع شوية عشان الناس ممكن تقدر قاملها في البيت كانوا زمان أو في أغلب الأحوال كانوا بيعملوا حاجة اسمها الباضي ماس أنديكس اللي هي الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع يعني ندي مثال لو أنا وزني مثلا تمانين كيلو وطولي مية خمسة وستين هأسم وزني التمانين على وان بوينت سكس فايف واحد وفاصل خمسة وستين اللي هو طولي بالمتر بالمتر وأعيد أقسمها مرة تانية لو تلع الرقم ده ما بين عشرين لخمسة وعشرين فأنا وزني في الأفريج أو في المثال لو أنا من خمسة وعشرين لتلاتين يبقى أنا عندي أوفر ويت اللي هي حضرتك قلت في الأول إيه ممكن يبقى عندي شوية وزن الزيادة اللي هو بيسموها الأوفر ويت من تلاتين نبدأ نتكلم على إن إحنا عندنا سنة مرض مرض وبتدرق بقى من تلاتين إلى خمسة وثلاتين هي المايلد أو الحاجة البداية من خمسة وثلاتين إلى أربعين ودي الكلاسفكيشن دي كانوا عاملينها زمان لكن دلوقتي بقى الكلاسفكيشن الحقيقية أو التأسيمة الحقيقية نسبة دهوني نسبة دهوني كان في المية يعني أنا وزني خمسة وستين وطولي مثلا ستين كيل ستين مية وستين وخلاص وأنا مبسوطة طيب لما بعمل لها الـ 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 مكونات الدهون ألاقي عندها نسبة الدهون عالية جدا والعضلات قليلة قوي فدي بتلاقي الشيب بتاعها حتى ما تلاقيهوش كويس يعني هي بتقولك إيه شكلي أنا وزني كويس بس أنا مش مبسوطة من شكل مش مبسوطة من لبسي ليه لأن الدهون يعني بتبقى زي القطن كده زي القطن والحديد العضلات هي الحديد فلو انت عندك كيلو حديد وكيلو قطن الكيلو القطن بتلاقيه أكبر كبير إنما كيلو العضلات أو كيلو الحديد مالموم بس واتي فدي برضو تبقى مش لازم أكبر دي كتفزورة مين اللي قتال كيلو القطن والكيلو الحديد كتفزورة بيقولوا هلنا هو فعلت ونقعد نقول لا كيلو الحديد طبعا قتال أيوا أيوا ما هي دي نفس الحكاية هي عندها نفس المشكلة الوزن هو هو لكن شكلها مش مبسوطة منه ده لأنه الفات بيرسنت عالية نسبة الدهون عندها عالية بادي كومبوزيشن هتفزورة عالية ده أكيد جهاز العيادات لازم أروح لدكتور عشان عرف بادي كومبوزيشن بتاعي لكن أنا كسيدة منزل في البيت أعمل ده إزاي أو عرفه إزاي هنعمل إيه؟ هنشوف حاجتين الحاجة الأولانية بتشوف وزنها وطولها طبعا ده الأساس ونبص عليها وتعمل محيط الوسط محيط الوسط هو أهم حاجة لكل ناس لأنه في كريتيريا لو رقم أنا بيت أعلى منه حتى لو أنا رفع كده يبقى أنا عندي مشكلة محيط الوسط ده لو في السيدات لو فوق الثمانية وتمانين سنتي هي في خطر في خطر من السمنة حتى لو وزنها إيه؟ تمانية وتمين سنتي كل ناس بقى دلوقتي هتطلع على المتر أيوه وتقيس تمانية وتمين سنتي بقى طلع المتر وقيسه بقى طولنا جماعة العيين بنا قتسأله مين اللي تحت التمانية وتمانين سنتي من فوق التمانية وتمانين سنتي لا، سنحكي على المانيكان لا، ما نحنجدين لابقى مانيكان الهدف هو المانيكان فيه قياسين قياس للحالة الصحية إليه اللي أنا قلته وقياس المانيكان ده ده معادلة ثانية هنتكلم عليها هنتكلم عليها لما نيجني تكلم علي النحة القوام لها مقيس بقى ولها مأسات عايزين تبقى مودلز ولا مانيكانات ولا عايزين تبقى صحتكو كويسة ولا تالتة مع بعض؟